السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم للمتابعة قناة زيادة المبارد يوم شاء الله خواتيك اقتراح الاغضاقة نحضر واحد دجاجة مع امراف الروز كالجرار اعجل فتابه مع المقدير هنا قد نحتاجه على بركتي الله واحد دجاجة لديها انا عندي فى 1 كيلو ومئتين كرام كنناخده دجاجة دينا نغسلها بطبيعة الحن من بعد ما نغسلها انا حكت على شوية ديال الحمض و شوية سكينجوير طريب كنناخده سلافه ديال الروز اللي مسلوق بطبيعة الحن وكننضيفه عليه شوية ديال الفلافل اه اي فى النوع ديال الفلافل عندكم انا اخديتهم شحرطهم شوية ديال الزبدة شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار وهدو كل قشيف شتعت زجتها مصلقتهم شوية ديال الماء في الخل وورقة سيدنا موسى وقطعتهم طريفات نحتاجه شوية الموطر شوية الزيتون وعندي هنا يطومة لتحنتها وحد جرسات تطاعتهم ولا تلعتها تحنتهم مع واحد لب ديال الحمضة مسيرة وضفتليهم شوية ديال هريسة هدو نحتاجه ملقة كبيرة ديال الزبدة شوية ديال أعشاب مودسيما اللي موجود عندكم عندي شوية ديال ملحة شوية ديال السمن بنسبة توابيل عندنا تحميره البزار كمون سكينجوير عندنا سلسل السوجة وعندي هاد السوستيرياكي الى موجودة ما موجودة ما فيش شي 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 حاجه ممكن تعودوها غير ملقة صغيرة ديال الطماطم مركزة يعني لم اعدكم شحتها صوجة ديال طماطم مركزة زلافة ديال مادنوس و شوية ديال زيت زيتون بكنا ناخدو واحد اليناء غدا ندروه فيه انا عندينا ربيع مخلط يعني مادنوس وقزبر مخلطين بجوج غدا نضيف عليهم دكا التومة والحامض مصير اللي تحنتهم مع بعض وغدا نضيف عليهم شوية ديال سمن و شوية ديال هريسة وغدا نضيف كذلك شوية ديال هدا اللم وطاقت او الخردل انا عندينا شوية ديال تحميرة شوية البزار قدنا شوية ديال الكمون الكمون من كترو شغير شوية شوية البزار يعني الجاذبات اللي يلا كيبدأ وممتدئات نص معلقة من كل حاجة الا الخرقون بالدي ندروه احد معلقة كبيرة عندي هنا يا لموطار ديال قياس ديروه احد معلقة كبيرة ديال سوستريا كيرا سوستريا كيرا ممكن تخدموها بزار ديال حوائج اه كتبع في المساق اللي كتكون هكا ديال الشينوى وعندي هنا شوية ديال سوستو جا قلنا هاد اليسوس ماشي ضروريين ما عندكم شدروا معلقة يلا ما تشد الحك كان خلطهم زيان هالتوابين معه بعد ما كان ديروه ازيت في الاول صاف اذا بديك شرمه لقسم تعليه جوجه النص غادي نضيفه للروز مع الفلفلاء والقشوشة تعد جاج والنص غادي نشرمه بجاجة جاجة اللي عصرتها حكيت على شوية ديال الحامض و شوية ديال سكين جبيرة كان في اللحة من جاية السدار و في الفخاض يعني كان في اللحة بالسكين باش كيدخل فيها ضغيات الطياف و متشجلية وحد الوقت كتير في الطياف كان شرملوها مزيان و من بعد ما غادي نشرملها غادي ندوس حتى لدك الروز حتى هو نخلط فيه الباقي اللي كان مكوينة كلها نزيد عليه الزيتون و نحرق كل شي نحرق مزيان و انا هنا ضغط الروز ممكن تضيعيه يبقى بليه او للقمح يعني هنا تبقى لكم الاختيار انا ضغط الروز لانا هم توفر عن جميع السيدات والروز اللي مستعملة انا هنا روز جلاسي يعني اذاك صفر اذاك طويل اذاك صغير ما كان ديروش اما كي يجي مع الجن بزاف سوف نعمر هذه الدجاجة سوف نوضع كمية من الروز لان هذا الروز سوف يستحسن تشحر ويمشي في جناب التبصيل يعني ما نعمره بزاف هذه الدجاجة غير القياس سوف نجمع لها تنكتف لرجيلاتها بحلاقة ونخليها الى جنب وندوز ونشوفو باقي المراحيل انا اخذت واحد الاينة سوف ندخل الفران قطعت فيه واحد جوج بصلات كباش ناوح ونضرت فيه واحد جوج ماطيسة حتى ما قطعتهم بنفس طريقة دي البصلة واخذت بطاطة ايه واحد الحبات كبار دي البطاطة ثم ما قطعتهم ونضرت عليهم شوية دي الملحة والو بزار وشوية دي الزيت البلدية سوف ندير هنا ايقر شوية دي الزعيطة من الفوق سوف نضع دجاجة ديالي كيف تشوفهم ونضعها على الصدر انا عندي الفران كان يخدم تحت والفوق بناتلي عندي الفران دي الغاز يحطوه دجاجة على صدرها يعني باش باش هي حد الصدر اللي كيشطيها بزاف انا عندي الفران كان يخدم الفوق والتحت يعني ما ديش نحتاج انا ننقلب على صدرها وهاديك الشرمولة اللي شادوت كان زيد لها واحد شوية ديال لما وتنفرغها وكان ديك المعالقة ديال الزبدة لني عندي كان نوزها على اسميته على ديك الدجاجة وعلى دوك الخضر اللي عندي وغد اندي لحتها وحد الخوية التعزيت البلدية شوية ديال الاعشاب منسيمة الاعشاب منسيمة عندي مخلطة يعني فيها ازير فيها الزعتر الزعطر الحبق الطرخون يعني مخلطة وانتو ما ديرو اللي عندكم اللي يجعلكم ما ديروها الزعتر صافي دا بغد ندخلها الفران انا ما ديش نسد عليها في اللول غد ندخلها الفران بلا ما ندير لبابي لولا واحد ربوع ساعة حتى كتشرب لي دجاجة الشرمولة لان هذا البابي مني كنديروه في اللول بحلا كي يحبس لينا دجاجة يعني ما كتشربش لنا الشرمولة بزاف لهذا غد ندخلوه كتبقى بيضا انا كيف كتشوفو هنا دجاجة رها الطابت دخلتها الفران على 240 درجة يعني باش الحرارة كتكون عالية من بعد ربع ساعة دلت لها البابي وخليتها تطابت على خاطرها وكان مره مره كنجبد من ديك المريقة وكان سقط دجاجة ديال يعني ماشي ندخلو هذا البلون نساوه الا مره مره كناخدوه داك المريقة وكانسقط دجاجة ديالي طيبة ديك الطاططة بتحذى تعليقات وديك البساطة هي تتعسلت اليوم ما طيشة يعني واحد الامريقة كتجي لديدة بزاف هنا دجاجة هذا الروز خديته صوتته واحد شوية في البقلة كناخدوه واحد الاناء وكنشكلو على هاد يعني كنتاخدوه اي جبانية عندكم قدروا في هاداك الروز وكتقلبوه في طوبي سلات انتلاقا نشوفوا الشكل النهائي ديال هادزاج كيف يجا من بعد اما نزلنا في الطبصيل يعني تجوه حالطبق ليه وزوين ولو كل اعشاب اللي فيه صراحة شي حاجة اللي هي زوين او شي حاجة جيرت لوقيتها عادي يعني نحاول نستغل للأعشاب خصوصا الزعطر و الزعطرة من الاشياء المفيدة جدا للصحة ديالنا وهكا السيدة تنوع مرة مرة يعني كان عيوم طاجين وتن عيوم يعني السيدة مرة مرة تنوعها كفي الغداء كاقتراح وهذا هو الروز كيف ما كتشوفوا معايا كنتمنى ان الطبق هذا اليوم يعجبكم وبتنسونا سبحال دي ما يلعجبكم الفيديو انكم دلوا لايك وتبرتجيوا مع الاصدقاء الاحباب بزياركم الى حلقة مقبلة بحول الله نمطن في رعاية الله وحبت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة